وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة وتطورها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاصة تعظيم المقدرات الأجيال الحالية والقدمة لجميع المصريين ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنمية ومتنوعة تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمطنين وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة التقطيط والتنمية الاقتصادية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسة طلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة تندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات الذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهايدروجين الأخضر وتحلية المياه وخلال اجتماع تم عرض الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر خمسين صندوقا سياديا عالميا رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة